موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخباري من قناة UATV في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوان موسيقى هولندا وأستراليا تحملان روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليسية في شرق أوكرانيا حالة تأهب في سلطنة عمان وإغلاق مطار صلالة مع اقتراب إعصار ميكونو وفي النشرة أيضا عادات وتقاليد خاصة تميز شهر رمضان الكريم في أوكرانيا موسيقى أهلا بكم أعلنت سلطنة عمان حالة تأهب القصوى مع وصول إعصار ميكونو إلى سواحل صلالة واقترب الإعصار الذي ضرب جزيرة سقاطر اليمنية مخلفا دمارا كبيرا وعددا من القتلى والمفقودين اقترب من سواحل محافظة ظفار العمانية صباح اليوم الجمعة مسببا هطول عمطار غزيلة مصحوبة بعواصف رعدية وأخلت سلطات العمانية مستشفيات في محافظة ظفار ومناطق أخرى على الحدود مع اليمن كما أجلت سكانا من مناطق قريبة من البحر إلى مراكز إيواء آمنة وقالت الهيئة العامة لطيران المدني العماني إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة غدا السبت بسبب عاصفة قادمة سقط سبعة قتلى على الأقل في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة بنغازي الليبية وقالت الشرطة إن عشرين آخرين أصيبوا بجراح متفاوتة الانفجار وقع خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد صيام يوم من أيام رمضان ودمر الانفجار ثماني سيارات كانت متوقفة في الشارع وتعتبر مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية وتقع تحت سيطرات الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه القائد العسكري خليف حفتر ويمثل القوى المهيمة في شرق البلاد قال مجلس الوزراء الهولندي اليوم الجمعي إنه سيحمل الدولة الروسية المسؤولية عن دورها في إسقاط طائرات تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء قيامها بالرحلة MH17 في يوليو تموز 2014 وقال مجلس الوزراء إن تحميل بلد المسؤولية عملية قانونية معقدة وأضف أن هولندا وإستراليا طلبت من روسيا اليوم الدخول في حوار من أجل الوصول لحل يقدم تعويضا عادلا عن المعاناة والأضرار البالغة الناجمة عن إسقاط الطائرة وقال محققون أمس إن نظاما صاروخيا من الوحدة العسكرية 53 المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الروسية جرى استخدامه لإسقاط الطائرة أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014 هذا وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينغ 777 وتحمل الرقم MH17 أسقطت بصاروخ في يوليو 2014 وأصفر الحادث عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها وأكدت تحقيقات الدولية بشأنها أن صاروخ بوك الروسي الذي أطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون الموالون لروسيا في الدنباس هو سبب سقوط الطائرة لجنة التحقيق الهولندية خلوصت إلى أن الجيش الروسي يقف وراء هذا الحادث وأن الصاروخ بوك الذي أسقط أو أسقط الطائرة جاء من الكتيبة الثالثة والخمسين المضادة للطيران والمتمركزة في منطقة كورسك الروسية قال المنبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تحل محل القوات العسكرية الروسية في الشرق أوكرانيا وخلال مقابلة مع صحيفة سويدية قال فولكر إن أهم رسالة للرئيس الروسي هي أن الأوروبيين يريدون رؤية السلام في الدنباس والتنفيذ اتفاقيات مينسك حيث يشدد على أن يتم القيام بذلك من قبل روسيا هذا وكانت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة اقتلحتان نشر قوات حفظ سلام أممية في جميع مناطق الدنباس بما فيها المناطق غير الخاضعة لسيطرات أوكرانيا قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه أعطى تعليمات لزيادة عدد أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ستونغا أو ستوغنا في القوات المسلحة الأوكرانية بوروشينكو في اجتماع بمدينة الفيف غرب البلاد أشار إلى الاختبارات لنظام ستوغنا ونظام صواريخ جافلين مر بنجاح شخصيا أنا فحصت مستوى المعدات العسكرية في الجبهة ووضعت مهمة بتزويد القوات المسلحة بأسلحة حديثة مضادة للدبابات للجيل الجديد من صواريخ ستوغنا أريد التأكيد على أن تجارب ستوغنا كانت ناجحة لقد حضرتها مرات عديدة نظام صواريخ ستوغنا المضاد للدبابات تم تطويره من قبل مكتب التصميم لوتش ووضع في الخدمة بالقوات المسلحة الأوكرانية منذ أبريل 2011 الصاروخ يمكن أن يصل إلى أهداف المدرع على مسافة أكثر من 6 كيلومترات بما في ذلك تلك المجهزة بدفاع ديناميكي الصاروخ استخدم للدفاع عن مطار دونيسك ضد القوات الروسية ويمكن في الفيديو التالي أن نرى كيف تم تدمير مدفع الهاون للمسلحين باستخدام هذا الصاروخ في أبريل 2016 عقد اليوم في العاصمة كييف الاجتماع الأول للمجلس الوطني للاستثمار برئاسة الرئيس بيترو بورشينكو الاجتماع عرف حضور أعضاء المجلس من مسؤولين أوكرانيين وممثلية المنظمات المالية الدولية وكذلك مدرأ عشرين شركة عاملة أو عالمية رائدة في مجال الاستثمار في أوكرانيا المجتمعون ناقشوا المجالات الواعدة للاقتصاد الأوكراني وفرص تطوير الأعمال وكذلك مسألة الإصلاحات التي تعمل على تحسين إمكانات البلاد الاستثمارية في هذه القاعة تجمع الأشخاص الذين تبلغوا رؤوس أموال شركاتهم 900 مليار دولار ما يقرب من تريليون دولار يمكنكم أن تتخيلوا أعتقد الآن أن هذه الطاولة هي الأغلى في العالم واحد من العوامل والمؤشرات لتحسين المالية العامة هو الحد من العجز في ميزانية الدولة رياضيا توجى فريق أولمبيك ليون الفرنسي بلقب دور أبطال أوروبا لسيدات بعد فوزها على نظيه فورسبورغ الألماني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية كيف سقط بطل ألمانيا أمام حامل اللقب الفرنسي بنتيجة 4-1 الهدف جاءت في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل دون أهدف وأكمل فورسبورغ الذي بدأ بتسجيل اللقاء بعشر لعبات وبت أولمبيك ليون أنجح فريق في تاريخ دور أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بعد أن أحرز اللقب للمرة الخامسة في تاريخ لم ألعب من قبل مباريات بمثل هذه المناطفات غير المتوقعة ولكن نتيجة الإخيرة كانت إيجابية تبقى فقط الذكرات الجميلة عن هذا اللقاء نشعر بخيبة أمل لأننا خسرنا في النهاية ضد ليون الفرنسي ولكن مع ذلك كان موسما جيدا لفريقنا أنا فخورة بما فعلته أوكرانيا لهذه المباراة خاتمة رائعة ومنظمة شعرنا بها طوال الوقت وقد استحبنا رجال الشرطة من الفندق إلى الملعب كانت مثالية لأوكرانيا وفي فئة الرجال وصل فريق ليفربول الإنجليزي وريال مادريد الإسباني حيث عقد اليوم حسة تدريبية ومؤتمرا صحفي وكان الفريقان وصل أمس الخميس إلى أوكرانيا واستقبل وفق التقاليد الأوكرانية برغيف الخبز والألبسة التقليدية اللعب المصري محمد صلاح كان أحد الضيوف المميزين بالعاصمة الأوكرانية كيف حيث بادر المستقبلين بالابتسامة وأخذ صورا تذكارية لشهر رمضان المبارك في أوكرانيا عاداته الخاصة المتنوعة بتنوع الأعراق والجنسيات المسلمة التي تعيش على أراضيها ما هي هذه العادات وكيف يقضي المسلمون في أوكرانيا يومهم الرمضاني الإجابة نتعرف عليها في التقرير التالي المركز الثقافي الإسلامي الذي تقصده أسرتي هو بيت ثاني بالنسبة لنا في رمضان بالنسبة لقول مسلم هو مكان أمثل لقضاء شهر رمضان وللبحث عن الذات ودعمها مديا ومعنويا هنا نقرأ القرآن معا والبرنامج يتضمن نشاطات خاصة بالأطفال والنساء هذه الأجواء التي نعيشها هنا منذ أعوام كثيرة أصبحت جزءا من عاداتنا وتقاليدنا أطفالنا يساهمون بالعمل الاجتماعي فيحضرون ويوزعون حبات التمر وأكواب المياه على الصائمين أوكرانيا دولة مثيرة بما فيها من تعايش بين مختلف الأديان والثقافات ولعلى سبب ذلك هو أننا أتقلنا على مدار التاريخ احتضان الآخرين والحفاظ على دفء العلاقات معهم على أرضنا الأرض الأوكرانية خصبة لحبات مختلف الثقافات والقوميات نطبخ اليوم الفصولياء وهي أكلة سورية وطنية يوم الأمس طبخنا لبلوف وهي أكلة أسبكية كما نطبخ المنسف الأردني والكبسة نقوم بإطعام 1400 شخص يوميا هنا مئتان منهم من الأطفال صوم رمضان هو عبادة محببة إلى تطر القرم ففي الحقبة الشيوعية عندما كان الدين محظورا كان الصوم ذلك الخيط الرفيع الذي يربطنا بالإسلام ولهذا كان الكثير من أبائنا وأجدادنا يلتزمون بالصيام كوسيلة وحيدة أتذكر كيف كنا ننتظر شهر رمضان المبارك في الصغر جميعا ونحاول جاهدين صومهم كامل على مدار الأعوام تكونت لدى تطار القرم عادات وتقاليد رمضانية ومنها تمسك التطار وحبهم المشاركة بالإفطارات الجماعية حيث يلتقون ويسعدون معا بتناول الطعام وأحاديثه الجانبية الإفطارات هنا تذكرون بهذه العادات والتقاليد القرمية التطرية في شهر رمضان المبارك تنعكس صورة الفسيفساء الأوكرانية الجميلة والصورة مسلمي أوكرانيا في كل يوم يجتمع هنا مسلمون من عدة أعراق وقوميات بين أوكرانيين وتتار قرميين وعرب وأتراك وآسيويين وقوقازيين وغيرهم أقوام مختلفة تجتمع هنا لتتوجه بالدعاء إلى الله تعالى في كل يوم ندعو من أجل أوكرانيا والشعب الأوكراني ومسلمي أوكرانيا ومن أجل السلام وعودة الأراضي المحتلة ومن أجل المسلمين الذين بقوا في تلك الأراضي حيث يمارسوا الاضطهاد الله أحفظ علينا البلدنا وإكرانيا في تأم نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدون على موقعنا الإلكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب واتويتر شكرا على حسن المتابعة وادمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة